السلام عليكم اليومان ديرو تاست رقم 15 هكذا 15 يبقى لنا 5 على 20 باش نكملوك نعمل الكتاب بتاع التاس هنا يا واحد مركز خاص بالمعاقين تنين ممنوع مرور الدراجات ثلاثة ممر اجباري للدراجات اربعة حذاري منعرج الى اليمين خمسة التوقف ممنوع من واحد الى خمسطاش من كل شهر هناك كتشوفوها مكتوبة الفوق صافي من واحد الى خمسطاش كتشوفوها مكتوبة تحت صافي من ستاش الواحد وثلاثين باش متقعدوش بكتدقو هنا ستة حذاري طريق زالق سبعة نهاية الاولوية اولوية الطريق ولا نهاية الاولوية تمانية حذاري منحذر يكتبو لكم شحل نسبة تاعو هنا مكتوب عشرة بالمية تسعة هنا موقف السيارات ولا باكينغ عشرة حذاري خروج اطفال احدى عشر مرور ممنوع مرور الراجلين اثنى عشر حذاري منعرج الى اليسار تلاتة عشر حذاري خروج حيوانة اليفة اربعة عشر مرور الحافلات ممنوع ولا ممنوع مرور الحافلات خمسة عشر ممر اجباري للحافلات ستة عشر موقف للحافلات نمر الان الى اولوية الطريق عندنا هنا رقم واحد تقاطع الطرق مع اشارة ترك المرور وإشارة حذاري خروج الدراجات من الياسار وإشارة ممر إجباري للدراجات يعني تمر الدراجة لأنها في شارط ديالها ثم السيارة الصفراء ثم السيارة الحمراء لأنها عندها يفسح الطريق هنا تنين يقول لك أين تتوقف السيارة أين يمكنها أن تتوقف نقول هنا يا السيارة الزرقاء تستطيع التوقف من الجهتين لأنها في طريق ذو اتجاه واحد لكن من الأحسن أن تتوقف من جهتها ثلاثة يقول لك هنا تقطع طرق مع إشارة طريق ذو اتجاه واحد هنا السيارة هذه الزرقاء هل تستطيع الدوران إلى اليسار نقول هنا السيارة ليست في وضعية صحيحة للدوران إلى اليسار لأنها في طريق ذو اتجاه واحد يجب التزام أقصى اليسار يعني يجب أن تكون هنا باش تقدر الدور على اليسار هي ليست في وضعية مناسبة للدوران إلى اليسار أربعة يقول لك السيارة الزرقاء هل تستطيع التجاوز نقول السيارة الزرقاء تستطيع التجاوز لأن الخط على يسارها متقطع ما هو شي يظهر هنا في الصورة لكن في الكتاب يظهر باللي الخط متقطع وليس خط مستمر خمسة نقول هنا يا خمسة عدنا تقطع الطرق مع إشارة مع إشارة ترك المرور هذه إشارة ترك المرور الجهة اليمنى غير صالحة لتوقف وهنا عدنا خط مستمر ما تقدرش تروح للجهة الأخرى باش تتوقف نقدروا نتوقفوا غير كيكون خط متقطع كيكون خط مستمر كما ممنوع التجاوز ممنوع التوقف هنا سبعة نقوله دايما أولوية للشرطي سيارة اللي رهماد لها يديه هي اللي تمر مثل سيارة الزرقاء والخضراء ومن بعد السيارة الحمراء والصفراء ينتظروا الإشارة من عند الشرطي دايما هنا يا الشرطي يلغي الأضواء ما ما عندك ذوء أخضر يقول لك الشرطي يعطيك بظهره تتوقفي يعني هنا يا دايما الشرطي هو اللي يتحكم في المرور ما يلغي الإشارات الظوئية يلغي اللافتات يلغي كلش هنا تمانية سيارة الصفراء عندها إفسح الطارق وعندها قف على 150 متر وعندها قف يعني هنا سيارة الصفراء تتوقف تماما تمر السيارة الحمراء والزرقاء ثم سيارة الصفراء الآن نمر إلى الأسئلة يقول لك هنا السؤال الأول ما هو الالتزامات السواق دحواء الراجل يعني لازم يديروا السائقون نحو الراجلون يلزم على السائق السائق السيارات بسماح للراجلين الموجودين في ممرات الراجلين يجب أن نسمح لهم بالمرور إلا في حالة إنعيدة من الإشارات الظوئية كيكونوا الإشارات الظوئية لازم نحترموا الإشارات الظوئية يعني هذوك الراجلون يسلناوا حتى يشعلهم ضوءة الراجلون هنا تانيك عندها اقتراب من ممرات الراجلون يجب على السائق الامتناع عن تجاوز السيارات يعني كيكون عند تشوف ممر راجلين ما تروحوش الدوبليو يعني يمشيو غير بلعقة ما باش يمكن هذيك السيارة لقبلك راه يتوقف باش يقطع طفل صغير ولا إذا قدر ربي دوبليتي بعد شركة ما يصرا حادث هنا تانين يقول لك ما هي العمليتان المسبقتان التي يجب القيام بها من طرف كل سائق يستعد للتغيير يستطيع التغيير في الاتجاه هنا عندما يريد سائق القيام بتغيير في الاتجاه يجب التغيير في السرعة كذلك وهنا يتأكد مسبقا من أنه يستطيع القيام بذلك بدون خطر من خلال نظر إلى المرآة الداخلية يعلن نيته مسبقا بوقت كافي لمستعمل الطريق الآخرين استعمال الغماز في حالة الوقوف أو التوقف الضغط المتكرر على المكابح عند تخفيض السرعة هنا ثلاثة يقول لك ما هي الحد الأدنى للرؤية المطلوبة حسب الصنف هنا مكتوب ما هي الأدنى لحد الرؤية هنا ما هو الحد الأدنى للرؤية يعني وش حال كما نقولوا إحنا بالعامية كتف رحصوا عيونكم وش حال يكون الحد الأدنى ليقبلوش في رخصة السياقة هنا الحد الأدنى المطلوب حسب الأصناف تكون دائما حسب الأصناف الصنف ألف و با الألف لهو تاع المضوات و با ليكونوا تاع السيارات والوزن الخفيف الأف تاني كذلك تاع ذوي الاحتياجات الخاصة هنا يا الأ والبي والأف يجب على لا تقل لا نتيجة فحص البصر عن 12 على 20 12 على 20 والصنف جيم و دال وها يعني تاع الكاميون وتاع الحافلات الوزن التاقل والسي والدي والأ هنا يا يجب أن لا تقل لا نتيجة فحص البصر عن 16 على 20 هنا نروحوا لسؤال أربعة يقول لك ما هي الأضواء الثلاثة لنظام الأضواء الثلاثي ومعناها تعرفوها كامل ممكنة ممكن تعرفوها كامل أضواء الثلاثة هي الأحمر وهو معناها ممنوع المرور الأخضر المرور مسموح الأصفر التنبيه باقتراب الضوء الأحمر يشتعل من ثلاثة إلى خمس ثواني هنا خمسة يقول لك ما هي الأصناف الثلاثة للوقوف هنا عدنا كيفاش يعني نركنو السيارة تعني عدنا سيارة موازية للراسيف تكون مع الراسيف سوى سوى كما هذه هنا وعدنا كذلك السيارة المائلة تروح هكذا وتستاسيوني هنا تكون على شكل مائل وعدنا السيارة المتعامدة مع الراسيف التي تكون مقارية سوى سوى مع الراسيف قبالها للراسيف هنا ستة يقول لك أذكر مختلف أصناف الإشارة العمومية عندنا إشارة الخطر، إشارة المنع، وإشارة نهاية المنع شوفوا دايما تفكروا بلي عندك إشارة المنع وإشارة نهاية المنع متابعة معه عندك إشارة الإزام وإشارة نهاية الإزام عندك إشارة الخطر والخطر المؤقت وإشارات الإرشاد لهم يكونوا للتوجيه فقط ولا يوريونه بلي وجود مطعم ولا وجود مدرسة يعني يرشدونه بحاجة موجودة السلام عليكم تلقوا في فيديو آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة